مع الساعات الأولى من صباح اليوم السابع للعمليات العسكرية ضد قطاع غزة كثف الاحتلال الإسرائيلي قصفه المتواصل على القطاع زخات القنابل والمدفعية الثقيلة هوت فوق المنازل غير عابئة بسكانها قصف لم تسلم منه المساجد والمدارس وحتى المنشآت الصحية حيث استهدفت قوات الاحتلال 34 منشآت رعاية صحية داخل القطاع منذ بدء التصعيد الإسرائيلي السبت الماضي بحسب منظمة الصحة العالمية وفي تصعيد خطير للأزمة أبلغ الجيش الإسرائيلي والأمم المتحدة بضرورة انتقال جميع الفلسطينيين شمالية غزة أي قرابة نصف سكان القطاع إلى جنوبه خلال 24 ساعة في تطور اعتبرته مواقع عسكرية غربية مؤشرا على احتمالية تحضير إسرائيل لعمل بري أو اكتياح للقطاع خلال الساعات المقبلة من جانبها نشدت المنظمة الأممية بقوة إلغاء طلب إسرائيل نقل سكان غزة تجنبا لوضع كارثي في ظل الأوضاع المتردية جراء الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال حيث لا ماء ولا وقود ولا كهرباء تهديدات تنذر بمزيد من التصعيد في مخالفة صريحة لكل القوانين الدولية والإنسانية حيث تمعن إسرائيل في استخدام قوتها الغاشمة ضد المدنيين الذين لم تهدأ نفوسهم ولو لساعة ولم تتخلص أنوفهم من رائحة الموت في كل شبر من قطاع غزة